ونبدأ من اليمن لقي أطفال اليمن مشاهدين ملقوا من الحرب في بلادهم واليوم يقف ستة ملايين منهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة نعم هذا ما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف يوم أمس حيث قالت إن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم هذا الاعلان يأتي بعد تأكيد المنظمة في تقرير سابق أصدرته أواخر مارس الماضي وجود أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية من بينهم مليونان ومئة ألف يعانون من سوء تغذية الحاد وعبرت المنظمة عن حاجتها العاجلة إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن خلال هذا العام لكن الدول المنيحة تعهدت بمليار ومئتي مليون دولار فقط لسكان اليمن ما أزعج منظمات الإغاثة الإنسانية التي طلبت بأكثر من أربعة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين واليوم مشاهدين يعلن برنامج الأغذية العالمي حاجته العاجلة إلى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأطفال هناك ما يشير لعمق الأزمة الإنسانية والغذائية في البلاد كيف تفعلت المنصات مع هذا الخبر برنامج إنقاذ الجوع بلا حدود قال إن اليمن يشهد حالياً واحدة من أشد المجاعة خطورة في التاريخ الحديث ناجم عن عوامل متعددة مما في ذلك الحرب والتحديات الغذائية الفريدة والوباء العالمي وحثت المنظمات على الوقوف معاً وتوفير الأمل والمساعدة للشعب اليمني مؤسسة صوت الإنسانية الخيرية نادت لنجدة أطفال اليمن وقالت إن الأطفال لا يأتون إلى هذا العالم بإرادتهم الخاصة لذلك لا يستحقون أن يعانوا من الجوع وعدم الحصول على مياه المظيفة ونختم هذه القصة مع المغرد نعمان الذي علق بالقول تخيل قول لا لطفلتك الجائعة عندما تسألك عن طعام فقد ضعوا أنفسكم محل الأباء اليمنيين الذين يقولون ذلك باستمرار لأطفالهم الجوع أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب معكم يحيى نافع أدعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصيلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات تابعونا اشتركوا في القناة